السلام عليكم متتبعين اوفياء كيف قيتون زيان ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير في فيديو اليوم جبت لكم بيتزا مع واحد الحشوة هائلة بيتزا رائعة بدون عجين وبدون فرن انا سميتها هكا البيتزا الحشو مياه حيث كتجي هكا مخبعة ما كتكونش باينة كتجي هائلة كنتمنى انكم تجربوها وما تنساوش تخليوا لي التعليقات والاستفسارات واندوزو المقادير عندي هنا صدر ديال الجاج مقطع الكمية اللي بغيتو هدي ندير شوية ديال الملحة شوية ديال البزار هدي ندير الخل هنا استعملت الخل ديال الحامض قدروا استعملوا الخل العادي وغادي ندير واحد معلقة صغيرة ديال سلسة السوجة عندي ايضا تومة واحد جوج حتى ثلاثة ديال الفصوص والهريسة كتبقى اختيارية ومن الاحسن تديرها كتزوينا وكتعطينا واحد منك هزوينا غادي نخلط كل شي نزيان وغادي نخليه يرتاح واحد ساعة حتى الجوش سويع قدم ما خلينا هذا كل الحام يرتاح غادي يشرب لنا شرميلة وغادي يجيزوين غادي ناخد مقلة غادي ندير فيها الزيت البلدية وغادي نشحر الدجاج غادي نخلطه مزيان ونخليه حتى يتشحر نزيد شوية ديال ما بشي طيب وغادي نخليه غادي نزيد واحد البصلة هكا مشلضة وغادي نزيد الفلفلة خضراء والفلفلة حمراء والفلفلة صفراء تقدروا تديروا غير الفلفلة خضراء هكا انا تعمت ندير هكا بشي يجيوا اللوينات زوينين وكتجدك الحشوة زوينة هدي نخليك العناصير كاملة حتى تشحر والطيب وغادي نزيد عليهم هنايا سلسة طماطم اللي صوبتها من قبل هدي تلقاوا الوصفة في القناة اللي ما متوفراش عندها تقدر تدير سلسة طماطم اللي كتكون واجدة هكا المطيشة ديال التاصة او اللي حكو واحد جوج مطيشات وديرهم في اللول باش يطيبوا هدي نزيد ورقة سيدنا موسى وغادي نخلي العناصير حتى نساجمهم مع بعض وغادي نزيد وغادي نزيد وغادي نزيد الفروماج ديال الصندويش ما كانش متوفر عندي الموزاريلا تقدروا تستعملوها وقدرت ايضا فروماج حمر وغادي نطفع البوطة وغادي نخلط مزيان حتى يدو بليا الفرماج واتعل الكليا ديك الحشوة وغادي ندوزوه لطريقة التحضير هناي عندي الخبز ديال التوست غادي نجيبه وغادي نقطع له دك الجنيبات هكا من الاحسن يكون الخبز جديد ماش ما يتفتتش غادي نجيبه وغادي ندلكه هكا بشي جيني شوي ارقيق ونبدأ نعمر الحشوة في الوسط غادي نقنفزك دك الجناب بالماء بش هكا غادي نرد عليه الخبز الاخور غادي تلاسق من الجناب وما يتحلش وفي الاخير غادي ندير زيته نكحل وغادي نغطيه ونخليه حتى نسليه الكمية كلها اللي عندي بالنسبة انا استعملت هالطريقة هدي كدي هائلة غادي ندير الفرماج من الفوق دي السندويتش اللي ما بغاش يدير هكا البيتزا دي البجوش دي التوست تقدروا تديرو غير هكا التوست ما تحيدلوش دك الجناب وعمروا الحشوة في الوسط وديرو الزيتون وديرو الفرماج وديروها هكا كنا غادي جيزويلا غادي نعود معكم مرة اخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد مسألة الكمية اللي عندي غادي نجيب فرماج دي السندويتش وقد نديروها هكا من الفوق ونزوغ بشوية الهريسة كبودغ من الفوق كي تعطيني منظر ومدع قزوين بالنسبة لهذه البيتزا كما قلت لكم في العلوان ما غاديش نديرها في الفران غاديش نديرها في الكوكوت باش ما بغيتش نديرها في الفران غادي يقصاح ذاك الخبز وغادي يتحمر احنا حاجتنا غير بقى الفروماج انه يدوب جبت هنا الكوكوت اللي سخنتها من قبل ودرت واحد الشبكة غادي نجيب ذاك التبصيل وغادي نديره في الوسط وغادي نسد الكوكوت ونخليها واحد القسم ديال المقانة فوق البوطة على عافية مهيلة حتى نعرف ذاك الفروماج انه داب وغادي نحل غادي نديروا السفارة الكوكوت باش ما يخلج الناج داك النفس ويدوب لنا الفروماج وانتوما بعد مداب الفروماج بقات البيتزا ديالنا ولباتها كارطبة كجي هائلة كنتمنى انكم تجربوها الحشوة رائعة المطقة ديالها زوين كنتمنى الاقتراح ديال اليوم انا الاعجاب ديالكم ما تنسى وش تخلي ولي التعليقات ديالكم والاقتراحات ديالكم وايضا الاسئلة ديالكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته انطلقوا في اقتراح اخر ووصفة سهلة ان شاء الله اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر